الإيمان في عالم متغير موضوع مؤتمر دولي تنظمه بالرباط الرابطة المحمدية للعلماء بشراكة مع رابطة العالم الإسلامي تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سيدخل هذا المؤتمر في محاورة مهمة جدا تتحدث عن قضايا الإيمان تتحدث عن دلائل الإيمان وأيضا تتطرق إلى الشبهات المثارة في ذلك ولسيما الشبهات التي يتحدث عنها البعض من خلال بعض مسلمات نقول مسلمات العلوم التطبيقية المعاصرة غير أن البعض سعى لتوظيفها لمواجهة الإيمان الرابطة المحمدية للعلماء ورابطة العالم الإسلامي تبتغيان من خلال تنظيم هذا المؤتمر تسليط الضوء على المتغيرات المستجدة في القضايا المعاصرة والتي تروم استجلاء أفضل سبل الممكنة لتهيئة المناخ الملائم لبث الإيمان وتجديده في النفوس القرناني الماضيين كان قرنيني قد ظهرت فيهما جملة من الظواهر غير المحهودة من مثل الاستلام بالأنوار التي جاء بها العلم والنجاعة التي جاءت بها المنهجيات المعرفية فجعل الناس يتوهمون بأن العلم يمكن أن يستقل بنفسه وينفك عن الإيمان وينسون أهمية الإيمان من أجل ضمان الأرضي القيمية والأخلاقية حتى تبقى الأمور مستقرة البرنامج العام للمؤتمر يتضمن جلسات علمية تهم مناقشة مواضع متنوعة ومستجدة في عصرنا